السلام عليكم لو انت عندك حساب على سناب شات وعاوز تاخد ملف صانع المحتوى او باختصار شديد كده عاوز اي حد يدخل على حسابك يلاقي مكتوب كلمة فئة موسيقى مغني ممثل صانع محتوى منشب محتوى وغيره لو انت عاوز تحصل على المميزات دي واعرفك ايه كمان مميزات صانع المحتوى بص يا غالب الفرق بين بلان في صانع المحتوى الرسمي والتجاري والعاد عشان تخلي بالك وبرضو هعرفك المزايا وفي نفس الوقت تخلي بالك صانع المحتوى الرسمي الملف اللي الشركة بتبعطه لك بيكون هنا لو دخلنا على حساب الشخص هنا وبعدين دخلنا على اعدادات بالشكل ده هل لايك كلمة تحت مشاركة الملف التعريفي هل لايك هنا مكتوب الاضوار ده ملف صانع المحتوى الرسمي الاضوار دي بكل بساطة كده حبيب جلبي بتقدر تغير الفئة مغني ممثل براحتك ودي فيه مزايا كتير جدا يعني كمان الحساب دل البيع في 17300 متابع اللي حابب يشتريه وطبعا كله حاجيجي بالمحتوى اللي فيه المحتوى اللي فيه المتابع يعني الفيديو ظاهر عدد المتابعين في فيديو جاب 1000 في فيديو جاب 100 ممو الحساب جديم يعني بجله مدة حلو ممكن دخل على السنة لعاوز اشتريه يتواصل معاي المهم لو انت حسابك صانع محتوى رسمي وعندك كلمة الاضوار في حسابك هتطلع تريند زائد في اربع في منصف الاضواء زائد كمان هالبروفيل اه اه فيكون في الحسابات موصبة يعني تلاقي كلمة حسابك بيقترح للناس يعني تمام تمام ده وانت كمان لو معدد خمسين الف متابع عينزل لك ارباح لو انت فعلت على القصص الملف لو تجاري هيطلع تريند اكتشف بس ما فيش ارباح في منصف الاضواء ولا يوجد حسابات موصبة ده نقطة اه وده مصيبة يعني لا هتفعل ارباح ولا هتهم اللي بجملوش اي ستين لازم الفئة كمان الملف العادي ملف العادي خار زي اللي انا شرحت عليه ده بيطلع تريند وبتاخد ارباح من كل حاجة بس ما بتكونش في فئة الفرج بس ملف صلاع المحتوى ده في مميزات كترة جدا ان انت كمان بيساعدك لو انت معدل مئة الف متابع ان انت تتوسق بكل بساطة حتى لو موصدش المية الف وعندك منصات موصقة بيساعدك ببساطة شديدة ده بالنسبة للملف طب لو انت عاوز تاخد النجمة الصفرة لا شروط الشروط ده اهمها لو دخلنا جوجل ودخلنا كده على المقالة بتاعتهم هنا بيقولك ده الشروط طيب انا مش هجر كل الكلام ده انا هختصر لك حاجة واحدة بس الناس بتدور عليه هنا بقولك في بعض الحالات سترك شركة سناب الحسابات بعيدا عن هذا المتغير اذا كان ملك الحساب مشهور خارج علم سناب شاء الشركة ده نفسها بتقولك ايه لو انت هبسط لك الموضوع لو انت عندك تيك توك متوسط وانت مشهور عليه شايف انا ببسط لك الموضوع خالص وتيك توك بس اه ودخلت العالم بتاعني طبعا اه الشهرة في التيك توك بتكون مصاحبة معها اليوتيوب بتكون كمان مصاحبة معها الانست بل اه الشهرة هبسط الموضوع بشكل عام شوي لو ملصتك متوسطة تيك توك والانست واليوتيوب وجيت تجدم اخترت اه اه ملقى هذا النموذج وطبعا عندك منافسا عن المحتوى اي عدد متابع عندك الف عندك خمس سلاف هتقول لي كلامك ده جي مني اللحظة واحدة الحساب ده ما وصلش عشر تلاف متابع متوسط هو في حوالي الف الحساب اللي تحت ده متوسط هو في حوالي مش عارف الف متابع خمسمائة متابع طيب ازاي ده الناس متوسطت الاشخاص ده توسطت لانهم منشئين محتوى خارج عالم سنابشاد فتوسطوا ببساطة شديدة يعني حطوا اليوزر والاسم القانوني والمهني وغيره او موظف وصقه ما لكن احنا هنتكلم في الطريقة العادلة والفاور الرابط وتكتك وجدم ماكملش يوم كم ساعة الحساب بتوسط طيب يا عمينا هنا بيقول لي فجأة هو ترابط التواصل للجماعة وتحت رسينت بريس لينكس يعني هنا بيتكلمني على اخبار على مقالات اخبارية انا هجيب له مقالات اخبارية منين انت هتكلمني انا هعمل لك من خمسة لعشر مقالات اخبارية من وكالات انباء عالمية ركز على الكلام عالمية او محلية مرموقة او وكالات انباء عربية الوكالات دي هتنفعك فيه توصيك الفيسبوك توصيك التكتوك توصيك الانستجرام طيب هتفيدك في ايه المقالات هتوصيك بها كل شيء اضرب زي ما بنقول كده خمس عصفورات بحجر واحد يعني سيناب تكتوك انستجرام يوتيوب كله بحجر واحد مش هقولك عصفورين عصفورين يعني منصتي لا انت وصق كله بحجر واحد تكلمني وطبعا فيه اسعار انا عامل عروض غريبة الوصفة على المواقع هتقول لي لا تم المواقع بتاخد فلوس هيحتبر ده ترويج يا حبيب جلبي المواقع اللي انا بنزللك فيها مخبار مجانية ومن مستحيل اصلا ان انت هتلاقيها بره يعني لما اجيه اقول لك هنزللك في مواقع كذا وبعتلك سكرين انت مش هتصدق هتقول لي لا انا مش مصدق هتنزللي ازاي في موقع زي ده اجل حاجي المقال الواحد بخمسمة دولار ازاي هتنزل المقال بالملاليم سعر المقالة جماعة لا يتخطى رقم يعني ملاليم بالمصر كده كم الف جنيه ملاليم ملاليم يعني لو انت هتروح تكلم الجريدك كبيرا لام وقتلو ما عاوز مقالة هيقول لك عارف المقالة بكام هيقول لك المقالة باجل تجدير يعني الاعلان مثلا هنتكلم عن يوم السابع على سبيل المثال هيقول لك الاعلان من خمسمة دولار لألف دولار فرنج ده كده وصلت معاك فانا بتعامل معاك بملاليم الوكالات طبعا انباعة زي اليوم السابع كده وصلت معاك بتجدن بالاخبار والمنصات الموصكة بتديروا الرسال بعدها بكم يوم بيبعثلك ويبعثولك ويقولولك ان الحساب توصك ان شاء الله كده فيديو النهاردة انتهى كمان ادعوكم الى قناتي على التليجرام اه يا جماعة ما عنديش غيرها وان شاء الله القناة ده انا هكبرها على قد ما اقدر تلاوه فعلا انها تحسابات للبيع غير وغير وهي لسه صغيرة ولكن ان شاء الله ممكن تدخل تليجها كبرك بإذن الله اه اه اشتركوا فيها جماعة عشان الواحد يكمل كل ما العدد ده يزيد كل ما الواحد هتحمس تنزل شروحات اكتر ان شاء الله